لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني ينسيك لا تتذكر سلام عثم يشكر لما تذل روحك قل يا ربي يا معز فإذا بك تنهى وتأمر كريم لما يطور لما يكسر قلبك قل يا ربي يا جفور فإذا بالكسر يجوى قادر على ما لا يقدر لما تصير برا قل يا ربي يا الله يمتلئ قلبك سكة وهاب لما تصبر السلام عليكم البنات ومرحبا بكم في فيديو جديد إن شاء الله هذا الفيديو يلقاكم بخير وفي دوام الصحة والعافية اليوم بإذن الله هجيتكم بوحدة تحلية بالزفراء عاملة ضجر في فيسبوك هذه التحلية البنات بالصفة اقتصادية والسهلة وتحضر في وقت وجيز وبدون فرن إذن البنات نبدأ على بركة الله في الوصفة إذن التحلية عن النهار اليوم هتكون تحلية فردية نحن نديرها فردية نديرها في هذا لغامك ثم تقدروا تدروها في مول وحدة أخر بحجم عائلي إذن أول شي لبنات حبيت أن ندير الكاراميل اللي هنا عندي كاس إلى أربع من السكر نجيب كاسرونا تكون ثقيلة وندير الكاراميل تعنا نحطه على النار النار تكون متوسطة هكذا بهذا الشكل ونبدأ نقلب فيها بلا سباتيل هكذا بهذا الطريقة حتى نذوب لي السكر تاعي ونتحصله على الكاراميل إذن كما تلاحظوا البنات اللي هنا بدأ يذوب لي السكر لازم نسل نحطي تنحى هذا الطبر الورد على السكر ويذوب لي كامل ونتحصله على الكاراميل بهذا الشكل من بعد البنات نروحوا لغامكاتة وعناه ونبدأ نحط طبقات على الكاراميل هكذا بهذا الشكل وقبل ما يبرد لي البنات اللي هنا لازم نحركوا لغامكاتة وعناه هكذا على الجوانب هكذا بيش يتمشنا على السطح تاع اللي غامكاتة وعناه هكذا البنات لأنه كي يبرد يولينا هذ الكاراميل يولي حجرة هكذا البنات بهذا الطريقة من بعد نروحوا نشوفوا الطبقات على الفلون هنا وش نحتاجوا؟ نحتاجوا إلى زوج بيضات نحتاجوا إلى كاس حليب حليب يكون بارد ونحتاجوا إلى زوج مغارف تاع السكر والفانيلا الفانيلا اللي هنا من الصحسن تكون سائلة إذن البنات نبدأ ونخلطوا المكونات مع بعض اللي هنا نضيفوا السكر على البيض هكذا بهذا الشكل ونضيفوا الفانيلا الفانيلا السائلة اللي هنا درت ملعقة من الفانيلا من بعد نبدأ نخلط ونخلطوا فقط بانفوي نخلطوهم جيدا حتى نضوبنا السكر مع البيض هكذا البنات كما راكم تلاحظون نقاط نخلط في كاسرانا اللي هنا على وين نخلط في كاسرانا هكذا بش يسهل فقط العملية بش ندير الفلون في هذوك لغامكا بش نصب هكذا بالكاسرانا فقط على هذي درت في كاسرانا سوف نضيفوا الحليب الحليب اللي هنا يكون بارد حليب عادي نضيفوا كاسرانا من حليب يذا البنات كما راكم تلاحظوا نضيفوا الكاسرانا حليب عادي هكذا دفعة واحدة ونخلطوا المكونات حتى ينسج مننا الخليط ويولينا آآ متجانس من بعد نروحوا اللي غام كانتا وعنا كما راكم تلاحظوا البنات الكاراميل تعنا يبس ولا لحجرة هكذا كما راكم تلاحظوا نبدأ نضيف الفلون تاعي آآ فوق لغامكا بش هكذا دربيض هكذا بهذا الطريقة وكما راكم تلاحظوا البنات نلحق حتى المنتصف فقط ما نعمره مش بزيف هكذا بهذا الشكل ونكملوا لغام كانت وعنا كام بنفس الطريقة والتحليات عن البنات كما قلت للكم بيدون فرن ما نشحن طيبها في الفرن اللي هنا البنات انا كنت حطيت القدرة حطيت فيها الماء وحطيته يغلي وجبت لهنا الكسكاس ونبدأ نحط لغام كانت وعيه بالكسكاس هكذا بهذا الشكل ونحطهم فوق القدرة كما نقولوا باش نشغل نفوروهم هكذا بهذا الشكل والبنات ما تنسوش انكم تغطيوهم وتخليهم مدة عشر دقائق فقط يطابرنا عادي هذا الفلون هنا من ناحية اخرى جينا ندير الكيك تعنا الطبقة الثانية اللي هنا نحتاجه الى بيضة واحدة نصف كاس زيت اللي هنا نحتاجه الى نصف كاس من السكر ونحتاجه الى نصف كاس من الحليب اذا البنات اه نضيفوا اللي هنا ارشة عمل على البيضة تعنا كذلك نضيفوا الفانيلا درت كيس فانيلا نضيفوا كيس فانيلا ونضيفوا السكر ونخلطوا المكونات مع بعض حتى يذبنا السكر وينسج من ها مع هذيك البيضة هكذا نخلطهم جيدا حتى نذبنا هذك السكر ونتحصلوا على قوان كريمي من بعد فهذه المرحلة نبدا وننضيفوا الزيت كيما راكم تلاحظوا ما نضيفوش الزيت الدفعة واحدة نضيفوه على شكل خيط هكذا البنات باش نتحصوا على الكيك تعنا يجي خفيف هكذا ونوصلوا للخفق جيدا هكذا نضيفو الحليب نضيفوه دفعة واحدة مش كما الزيت اذا نوصل خفق جيدا هكذا باش يجينا الكيك تعنا يجينا خفيف من بعد كيما قلت لكم نضيفو الحليب اذا بعد ما ضفنا الحليب كيما قلت لكم نضيفوه دفعة واحدة هكذا ونوصل خلط من بعد نروحو للمكونات الجافة تعنا اللي هي الكاكاو والفارينا والخميرة الحلوى هنا نجيبو الغربال باش نغربلو المكونات المتاعنا نضيف كيسة خميرة كيميائية ووزن 10 غرام كما تلاحظون مكونات كامل مكونات الجفا كما تلاحظون مكونات من كامل كما تلاحظون مكونات الجفا عكو نضيف كامل جميع طبقة الثانية البيسكويت 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 10 دقائق وكذلك الكيك 10 دقائق لا تنسوا تغطيها كما تلاحظوا تنشف كما تلاحظوا تنشف 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 هكذا بهذا الشكل وعمليكم الطبقات هذه التحلية البنات يسمها تحلية قدرة قادر ولا الكيكة المستحيلة كيكة ولا أروع جاية بالطبقة نتمنى تجربوها وتنال إعجابكم إلى هنا اشتركوا في القناة